وشهدت عدة مدن في العالم مظاهرات احتجاجا على نصب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوابات تفتيش إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى إذ خرج المئات في مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطومة استنكارا للإجراءات الأخيرة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وفي الكويت خصص الخطباء في مساجد الكويت خطبة الجمعة للحديث عن المسجد الأقصى وما يمثله من قيمة دينية لدى المسلمين في العاصمة الماليزية كوالا لنبور تظاهر المئات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجال المشاركون بعدة شوارع في العاصمة الماليزية وانتهت المظاهرة أمام السفارة الأمريكية وشهدت مناطق لبنانية عدة وأغلبية المخيمات الفلسطينية في لبنان سلسلة اعتصامات ووقفات تضامنية مع المرابطين في المسجد الأقصى وفي مصر خرجت مظاهرات في محافظات القاهرة والاسكندرية والمينيا والشرطية احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وشارك العشرات من اليمنيين في وقفة تضامنية بمدينة تعز نددوا خلالها بالاعتداءات الصغيونية على المسجد الأقصى كما شهدت مدن في أندونيسيا فعاليات تضامنية مع المسجد الأقصى أيضا ترجمة نانسي قنقر